اختتم برنامج إضاءات من الميثاق الذي ينظمه معهد البحران التنمية السياسية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام حلقته الثالثة والأخيرة التي ركزت ومن خلال المتحدثين فيها على مناقشة محور الجوانب الحقوقية والقانونية والتشريعية وهم التطورات التي حلت عليها في ظل ميثاق العمل الوطني بعدما أتم برنامج إضاءات من الميثاق تسليط الضوء على محورين هامين من محاوره الثلاثة حلت الحلقة الثالثة والأخيرة من البرنامج بمسك ختامها متوجهة وعبر المتحدثين فيها إلى مناقشة أبرز التطورات التي طالت الجوانب الحقوقية والقانونية والتشريعية في ظل ميثاق العمل الوطني أي بعد مرور عشرين عاما على إقرار هذه الوثيقة المتكاملة التي تعد ومضة مشعة لم يخف بريقها يوما في سماء تاريخ البحرين المعاصر جرالة الملك نقل البحرين بشكل أساسي أنا الآن أتحدث علوم سياسية من نظام حكم اندمجت فيه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى نظام سياسي يقوم على فصل السلطات السلطة التشريعية من مجلسين وبالتالي مجلسين يشكلان مجلس النواب ومجلس الشورى مجلس يمثل الآراء الشعبية المختلفة ومجلس يمثل الاختصاصات المختلفة وبالتالي هذا التوافق ممكن يؤدي إلى تمازج آراء يخدم التشريع ما أضيف إليه بمبادرة من جلالة الملك وتفضل منه أنه حتى السلطة التشريعية صار فيه سلطة تشريعية فيه نيابة عامة ويتحدث فيه ببدر لأنه هو الخبير القانوني وفيه محكمة تمييز وفيه محكمة دستورية البرنامج هو من خلال تفعيل حلقاته السرية بمعانيها وبجملها الوطنية المتنوعة حرص على تبيان جميع المحطات التي تريث عندها ميثاق العمل الوطني ليخرج بصياغه وبمبادئه المتناغمة التي أطرت عمل جميع المجالات الحيوية في البحرين وساهمت في تحديد ملامح الحياة المدنية بما لها وما عليها من حقوق وواجبات كان لابد من تأسيس إنشاء المحكمة الدستورية نعم إنشأنا المحكمة الدستورية وصدر قانون واضح زي وهالمحكمة ما شاء الله شغالها ومفيدة جدا في الرد على الكثير من الأمور الشائكة أني للنيابة العامة نعم أيضا يعني إحنا بدون نيابة عامة ونيابة عامة مستقلة ترى في البداية ما كانت بعد مستقلة كلش كان لدعاءة العامة أولا كان في البداية كان لدعاءة عام ويبنى النيابة العامة ديوان الرقابة المالية والإدارية نعم هذه منصوص ترى هذه الأشياء كلها منصوص عليها في الميثاق نعم كان ينادي باستكمال الأطور التنظيمية والإدارية والقانونية لهيئات الدولة وبالتالي الميثاق مو بس يعني سد النواقص بل بالعكس طرح رؤى للمستقبل هذا البرنامج الذي جاء تزامنا مع الدكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني أطل على المشاهد والمستمع في آن معا عبر أثير إذاعة البحرين بترددها 93.3 FM وقناة تلفزيون البحرين طوال أيام ثلاثة استضاف في رحابها العديد من الشخصيات التي كانت شاهدة على عصر الميثاق ممن كانوا وما يزالون يتلمسون واقع المنجزات التي ساهم في إحداثها الميثاق نعم منذ الفئرين بدين العمل في الميثاق العمل الوطني إلى الآن العشرين واحد وعشرين لم تتوقف التجربة يوما واحدا نعم وما زلنا مستمرين حتى في أحلة الظروف أنه كان في الدستور الفين الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين كان يقول المواطنون هم الذين يتدخبون يعني وصار بالفعل يعني هذه الناس راحوا المحاكم وأثبتوا ونزلوا لا المواطنون معناك رجال فقط بلون نساء نحن واجهنا بالشيء وبعدين قلنا لا المواطنون حطلنا بالقسين رجالا ونساء نعم ضمننا حق المرأة في التصويت والترشع نعم ميثاق عمل وطني شكل ركيزة مثلى لأحدث مفاهيم المبادئ الديمقراطية السليمة وساهم في تنمية الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع محدثا نقلة نوعية استوطنت بدن متنوع المجالات الحيوية في المملكة ليشكل خارطة طريق واضحة تسير بهداها البحرين نحو الرفعة والنماء شكرا